في الجزائر خطوة جديدة نحو الانتخابات الرئاسية إذ صادق البرلمان الجزائري على مشروع القانون المتعلق بالسلطة المستقلة للانتخابات والذي يتضمن إنشاء سلطة عليا ستقوم بتحضير وتنظيم ومراقبة جميع مراحل الانتخابات في الجزائر من جهته أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أن الجزائر ستخرج من أزمتها تتسارع الأحداث في الجزائر مع دخول الأزمة في البلاد أسبوع ثلاثين حيث صادق مجلس النواب الجزائري على قانوني الانتخابات والسلطة المستقلة لإدارة الانتخابات وعقد المجلس جلسة علنية لتعديل قانون الانتخابات إذ يشمل التعديل الجديد سحب تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية الجزائرية وشهدت جلسة التصويت غياب عدد من أحزاب المعارضة الرافضة لاستحقاق الرئاسي المقرر تنظيمه نهاية العام الجاري خطوة المؤسسة التشريعية تتماشى مع مساع السلطة في المضي قدما باتجاه تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها القانونية نرى أن موقف المؤسسة العسكرية اليوم وفيه تقاطع مع موقفنا نحن في جبهة المستقبل لأننا نعتقد أننا كل ما بتعدنا عن 22 فيفري وكل ما بقينا في صراعات هامشية وامتنعنا أو امتنع البعض عن الذهاب إلى انتخابات رئاسية نعتقد نحن في جبهة المستقبل أن هذه ظاهرة غير صحية وفي وقت شدد فيه رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب الآجال انتقد من وصفهم بأنهم يمسكون العصى من الوسط إزاء الأزمة الراهنة من جهة أخرى نوها رئيس أركان الجيش بعمل حكومة نور الدين بدوي التي تولت مهامها في ظروف صعبة وغير عادية على حد وصف قايد صالح وكانت مصادر أشارت إلى إمكانية استقالة الحكومة الحالية كإجراء تهدئة يهدف لتخفيف التوتر الدائر في المشهد السياسي الجزائري ووسط هذه الأجواء ما زالت مطالب المعارضة والحراك نفسها والمتمثلة في خروج رموز النظام السابق من المشهد السياسية نعتقد بأن هذا هو المرور إلى الحل المباشر الذي تراه المؤسسة العسكرية ربما مع بعض الشركاء السياسيين لكن في الغالب هناك رفض لهذه الانتخابات قبل التحضير لها في مناخ سياسي هدئ ويرى مراقبون أن خطوات السلطة الماضية في اتجاه الذهاب للانتخابات في الوقت الحالي في ظل عدم توافق نهائي حول آليات الحلول الممكنة للخروج من الوضع السياسي المتعثر في البلاد قد تصطدم بضغط الشارع المطالب بضمانات جدية بعدم توظيف الانتخابات من قبل النظام السابق الآن أرحب بضيفنا من الجزائر معنا من هناك أستاذ العلوم السياسية دكتور ردوان بوهيدل دكتور بوهيدل مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار يعني خطوة مهمة اليوم أقدم عليها البرلمان الجزائري المصادقة على مشروع قانون الانتخابات وأيضا مشروع قانون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى أي مدى تعتبر هذه خطوات إيجابية باتجاه التوصل وتحديد موعد للانتخابات القادمة طبعا بالنسبة إلى هذه الخطوة يجب تثمينها يعني الأطراف عديدة ثمنت هذه الخطوة لكن في انتظار المصادقة الكاملة يعني الحديث عن اجتماع يوم غد الجمعة ربما لأول مرة منذ تأسيسه يعني مجلس الأمة سيجتمع ربما غدا لمناقشة أيضا نفس القانون والمصادقة عليه كغرفة عليا قبل أن يصدر في الجريدة الرسمية ويمضيه رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح في انتظار قراءة المواد كما هي ما هو الجديد بغض النظر ما سرب عبر لجنة الوساطة والحوار ووسائل الإعلام إلا أن أعتقد أن هذه الهيئة ربما ستستحود على صلاحيات الإدارة ككل الولائية منها وحتى البلدية للإشراف وتنظيم الانتخابات ربما هذه الأوراق ما قبل الأخيرة وليست الأخيرة التي ستلعبها السلطة خلال الساعات القادمة لاستعادة الثقة في انتظار الورقة الأخيرة بعد جمعة يوم غد الجمعة الثلاثين من الحراك وكيف سيكون رد الحراك الحراك هو جزء كبير من الشعب الجزائري حتى لا نقول أغلبية هو الوعاء الانتخابي الذي من المفترض أن يتوجه إلى صناديق الاقتراع لذلك المراهنة على إقناع هذا الحراك بهذين القانونين في أقرب وقت ألا ترى لافتا السرعة التي تمت بها هذه الأمور هذا ليس معتادا في عمل البرلمان الجزائري سرعة خارقة كما يقول البعض تمت بها الموافقة والمصادقة على هذين المشروعين كيف نفسر ذلك برأيك لا أكيد هناك توافق في أعلى هرم السلطة حول ضرورة إجراء انتخابات وربما ما زاد هذا التوافق هو أن المؤسسة العسكرية قد أعطت موافقة أو تمهيدا مسبقا باقتراحها لضرورة استدعاء الهيئة الناخبة في أقرب وقت وحددت تاريخ الخامس عشر من سبتمبر الحال يعني بعد أيام قليلة التاريخ طبعا ليس اعتباطي أو قرار فرضي من المؤسسة العسكرية لأنه في أجندة رئيس الدولة هناك خرجة هي افتتاح السنة القضائية بالنسبة إلى الجزائر أكيد هناك توافق حتى لا نقول اتفاق حتى مع سلطة الحوار والوساطة التي أيضا من جهتها لاحظنا أنها سرعت في وطيرة عملها وأصدرت تقريرها ورفعته إلى رئيس الدولة أكيد هذا التوافق ربما الذي دفع إلى السريع في كل العمليات قبل إعلان رئيس الدولة استدعاء الهيئة الناخبة وتحديد تاريخ الانتخابات المقبلة كان هناك اليوم خبر لافت دكتور بوهيدل عن اتقال أحد النشطاء الجزائريين كريم طابو والتهم إضعاف معنويات الجيش ما طبيعة هذه التهمة؟ كيف يمكن للشخص أن يضعف معنويات الجيش في أي بلد؟ لا طبعا هي ليست بتهمة فقط هي مادة قانونية في قانون القضاء العسكري وهي نفس التهمة التي وجهت للمجاهد الكبير الأخضر برقعة قبل أسابيع وهو معتقل أو مسجول لغاية اليوم بنفس التهمة لا يمكن تبرير اعتقال الناشط السياسي بسبب رأيه لكن إذا كانت التهمة تخرج عن الرأي أو حرية التعبير أعتقد أن المسألة تصبح قضائية وعلى النائب العام على الأقل أن يصدر بيانا لتنوير الرأي العام حتى لا تكون هناك تأويلات في هذا الشأن لذلك من الصعب اليوم الحكم على ما حدث كما قلت لا يمكن تبرير اعتقال أي مواطن جزائري بسبب رأيه وفي نفس الوقت إذا كان الأمر متعلق بمادة قانونية فيها عقوبة معينة أعتقد أن القضاء هو الوحيد الذي سيجيبنا على هذا السؤال أيضا أشرت إلى السيد برقعة التهم الموجه إليه أيضا إضعاف الروح المعنوية للجيش وإهانة السلطات يعني تهم فضفاضة إلى حد كبير دكتور بوهيدل يعني هذه تهم تراها في الدول الدكتاتورية الدول التي ليس فيها أي نوع من التعددية هل في الجزائر اليوم بعد هذا الحراك الشعبي أي مجال للإبقاء على تهم من هذا الشكل لا هو اليوم نحن في بداية تغيير الدستور أعلى يعني القانون الأسمى في الدولة وفي أي دولة بكل ثغاراته نحاول المحافظة عليه إلى آخر ربما صفحة إلى آخر مادة من هذا الدستور لدينا قوانين عضوية مرتبطة بهذا الدستور قوانين عادية مرتبطة بمثلا قانون العقوبات أو قانون القضاء العسكري ربما بعد الانتخابات يجب إعادة النظر في كل هذه القوانين بداية من الدستور الجزائري في حد ذاته لذلك دائما أنا أعتقد رأيي الشخصي أن الانتخابات هذه ليست هي الحل ككل الأزمة ولكن هي مجرد وسيلة وليست غاية يعني الوصول إلى الانتخابات الرئاسية يعتبر وسيلة وخطوة نحو التغيير الذي سيكون بعد الانتخابات الرئاسية بوجود رئيس جمهورية يصل عبر الصندوق بكل شفافية لكن قبل ذلك من الصعب اليوم التغيير في القوانين ونحن شاهدنا أن إدخال بعض من التعديلات فقط على قانون الانتخابات يعني قسم الشارع نحو رافض ومن قابل وكذلك من هو متحفظ على هذه التعديلات لكن أعتقد أن الأمور تسير نحو الانتخابات الرئاسية خاصة من طرف السلطة وكأنها مصرة هذه المرة على إجراء الانتخابات حتى وإن يستدعى الأمر إلى استعمال ورقة الأخيرة وهي التضحية بحكومة بدوي في الدقيقة المتبقية دكتور بهيد التصريحات للفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان يقول فيها لا مكان لمسك العصة من الوسط إما أن تكون مع الجزائر أو مع أعدائها ما الذي قصدوا برأيك باختصار شديد الأمر واضح من ليس معنا فهو مع ضدنا أو مع أعدائنا هو ربما يوجه الكلام لبعض الشخصيات الوطنية أعتقد وحتى الأعزاب السياسية ممن التزموا الصمت ولم يتخذوا موقفا محددا حيال هذه الانتخابات هي حزاب ربما تبحث عن مصلحتها الضيقة ربما الفريق أحمد قايد صالح يريد كشف هذه الأطراف اليوم التي لا تريد أن تظهر في الصورة لا تريد من جهة أن تتصادم مع الحراك ومن جهة أخرى لا تتصادم مع المؤسسة العسكرية حتى يتضح الخيط الأبيض من الأسود ربما في الساعات القليلة القادمة شكرا جزيلا لك دكتور ردوان بوهيدل أستاذ العلوم السياسية كان معنا مباشرة من الجزائر